طيب بسم الله الرحمن الرحيم رحب فيكم في الجلسة التدريبية اليوم بنستمر في ما بدأنا في الأسبوع السابق فيما يخص موضوع القيادة والتغيير فنحاول نعمل مراجعة سريعة على جلسة الأسبوع اللي راح فالشباب اللي حضروا معنا الأسبوع اللي راح ممكن يا ليه تذكرونا إيش كان في إيش تكلمنا الأسبوع اللي راح وبرضو فرصة للأخوات اللي ما حضرواش الأسبوع اللي راح نعمل كذا مراجعة سريعة فوزي إنت كنت تحاضر معنا الأسبوع اللي راح ممكن بشكل سريع لو سمحت إيش كانت مواضيع الأسبوع اللي راح فوزي تفضل خالدة إنت كنت معنا يا خالدة ولا لا نعم نعم كنت معكم تفضل كذا بشكل سريع خلينا بس نسترجع الجلسة السابقة بشكل سريع جدا حول إيش تكلمنا عادي يا خالدة يعني أي حاجة تجيب تكلمنا عن القائد والسماع سماع أنت أخذت قوية السوء يعني استفضت في موضوع القيادة وفق بين القائد والإداري وأنه مش فرق هذا كانت قناعتك أنه مش فرق خالص بين الإداري والقائد تكلمنا عن سماع القائد أيضا بسببهما صفات الإداري المدير وبس وأعتقد هنا وقفنا يعني عند الصفات التي يجب أن يتسب بها المدير طيب يعني احنا تكلمنا بشكل العام تكلمنا عملنا تعريفنا للقيادة واتفقنا أن موضوع القيادة هي القدرة على التأثير قدرة الشخص أو الجماعة على التأثير التأثير كمان يكون إما في شخص أو في الجماعة لما نتكلم على كمجال عمل ومنظمات مجتمع مدني بنتكلم هي قدرة القائد أو مجموعة أفريق القيادة على التأثير على بقية الموظفين والموظفات في المؤسسة وحدوث تغيير هذا مهم جدا بعدين تكلمنا على أن نقول المهارات القيادية تكلمنا في صفات كثيرة جدا لكن ركزنا على مجموعة من الصفات التي نعتقد أنهم هم جدا بشكل أساسي تكلمنا على موضوع التواصل وأهمية أنه يكون الشخص القيادي عنده مهارات عالية جدا في التواصل وقدرة على التواصل وإيسان رسائل واضحة للفريق الذي يشتغل معه تكلمنا على مهارة اتخاذ القرار وقدرة الشخص القيادي على اتخاذ القرار تكلمنا على التحليل والتخطيط سواء كان تحليل فني تحليل مالي تخطيط استراتيجي تكلمنا برضو على قدرة أهم المهارات القيادية التي هي القدرة على بناء فريق العمل وفي صفات كثيرة جدا يعني قدرة على الاستماع مهم أن القائد يكون عنده قدرة على الاستماع لكن هذه كده مراجعة سريعة للجلسة السابقة وبعدين جينا تكلمنا على كيف ممكن إحنا إذا إحنا قيادات في منظات قبل ما ننتقل إلى موضوع التغيير يعني تكلمنا على النقاش اللي بيحصل القاعد والمدير والتفاصيل هذه يمكن خالدة بتقول أنا بقولش أنه ما فيش فرق أنا بقول أني أنا بنتكلم على الصفات أكثر ما هو تصنيف لأنه ما أني أجي أصنف الشخص هذا قائد أو هذا مدير نتكلم على الصفات هذا عنده صفات القيادية واللي عنده صفات إدارية وهي يعني نسموها كروس كتنج يعني ما ما هيش أنه في صف 1-2-3-4 مثلاً أقول هذا قائد 1-2-3-4 هذا مدير لا هي صفات الشخص الناجح وعنده خليط من الصفات القيادية والصفات الإدارية فمثلاً ممكن أقول يعني المدير التنفيذي يعني هو خليط بين قائد ومدير لكن يعني التقسيمات اللي موجودة إذا هو مدير هو قائد إذا هو قائد ينفع يكون مدير إذا هو مدير ما ينفعش يكون قائد أنا يعني أنا لا أتفق معها تماماً لأنه يعني خلنا نقول أني ما بتركزش على بتركز على مهارة أو مهارتين اللي هي موضوع الكاريزمة وموضوع على القدرة على التألة يعني خلنا نقول خلنا نقول أنه يكون فيه أتباع والتفاصيل هذه فإحنا بنقول أنه ممكن يكون الشخص خطيب متفوه وعنده القدرة على تحفيز الناس وعنده القدرة على يكون معه يعني خلنا نقول زي ما يقوله القيادة أتباع يتباعه وكذا لكن ما لهش علاقة ما يكون يعني إداري ناجح وقادي ناجح ويقدر يقيد مؤسسة ولكننا بنكون كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الخطباء والشعراء والمتحوهين هم اللي عندهم كاريزمة يعني خصوصا الوظيفة اللي فيها يعني مش شرطة أنا أتكلم لما أقول قايد أتكلم على المدير ولا المدير التنفيذي ولا الرئيس التنفيذي أنا ممكن ضربناها مسؤول الخدمات مسؤول الأمن إذا عنده الصفات يقود الفريق اللي هو فيه قايد يحفزهم قايد يعمل قايد يعمل تواصل كويس جدا فهو قايد يعني تمام خلاص شوفي نادة شا نادة كيف حالك نادة مايك ويوت وسمحتي فهذا اللي اتكلمنا منا أنت ممكن ما كنتش حاضرة معنا لا أيوة فمنا بتقول من وجهة من وجهة نظر نظري هناك فرق بين الإداري والقيادي أيوة فهذا اللي اتكلمنا عليه ماشتش نعيده كامل لكن بنقول يعني بنقول وبنعيد يعني مرة ثانية عشان الناس اللي ما كانوش حاضرين ما فيش وظيفة في المؤسسة اسمها وظيفة القائد عشان نكون واضحين يعني إنه هذا هو قائد هي احنا بنتكلم القيادة هي الصفة وفيها مجموعة من المهارات يعني فلما نقول يمكن تكلمنا الاسبوع اللي راح لما نقول أنه في معانا المدير المالي ولا المدير الموارد البشرية لازم ولا مدير تنفيذي ولا مدير برامج مدير فرع مدير لازم يكون عنده مجموعة من الصفات اللي تعتبر قيادية وإدارية بنفس الوقت إذا ما فيش عنده أنا لا أقدر أسميه لا إداري ولا قيادي تمام فعلا يعني وكل يعني أغلب كتب الإدارة الحديثة بتتلم على أنه يعني القيادة كمجموعة من الصفات والمهارات يعني ما بتلاقوش في يعني قلنا نقول الأغلب يعني بتلاقوا الكتب القديم أنه هذا قيادي وهذا إداري لكن الأفضل لأي مؤسسة أنه الشخص يكون عنده قدره على التخطيط يعني مجموعة من المهارات القيادية والمهارات الخليط بالمفهوم اللي موجود التقليدي خليط من المهارات القيادية والإدارية فقلنا الأسبوع اللي راح بلنا ما فيش حاجة اسمها مدير ناجح أو قائد ناجح ما عندوش مهارة بناء الفريق عشان تكون قائد ناجح أو مدير ناجح لازم يكون عندك مهارة بناء الفريق أنت شيء تسميه قائد تسميه مدير هذا موضوع يعني دخلنا نقول يعني فيه مرونة عالية لكن بشكل عام فيه مهارة اسمها مهارة بناء الفريق لازم تكون موجودة ما فيش حاجة اسمها مدير أو قائد وما عندوش مهارة التخطيط لازم يكون عندك مهارة التخطيط وبعدين الوظيفة اللي أنت موجود فيها هي بتحكم فيك إذا أنت مدير تنفيذي مثلا ولا رئيس تنفيذي تركيه يعني فيه مهارات لازم تكون موجودة عندك اللي هي التخطيط الاستراتيجي التحليل إدارة المخاطر إذا أنت في وظيفة أقل مثلا في المستوى الوظيفي مثلا مدير مشروع يكون التفاصيل اليومية مهمة بالنسبة لك لكن رئيس تنفيذي التفاصيل اليومية ماهيش أو الأعمال اليومية والحاجات تفسيرية ماهيش مهمة بالنسبة له لكن الرئيس تنفيذي ينفع أن نقول عليه قائد مدير المشروع ينفع أن نقول عليه قائد لأنه عنده مصطفات القيادية إذا عنده إدارة الفريق إذا عنده تواصل جيد إذا بيسمع لفريقه إذا عنده تحفيز هذا نجح لأنه مدير أو هذا فاشل لأنه مدير وهذا نجح لأنه قائد لأنه لما تجي الناس اللي يعني داخلين في تفاصيل العمل بلاحظوا أنه يعني المهارات هي الأهم ومجموعة المهارات هي الأهم فهذا اللي تكلمنا عليه الأسبوع اللي راح وبعدين في آخر حاجة بدأنا في موضوع في موضوع التغيير وكيف نعمل تغيير اللي هو نمشي هنا تكلمنا هنا اللي هي ما هي المهارات تكلمنا زي ما قلنا ما هو تعريفك للقيادة ما هي المهارات القيادية تكلمنا كيف تقوم بعملية التغيير في منظمتك ومقطة التغيير فهنا نرجع ونقول بشكل بسيط جداً وأتمنى أنه الجميع يعني يكون يعني توصل الرسالة التغيير هي عملية إذا أنت مشيت في خطوات التغيير عندك ترى على التغيير التغيير لا يأتي صدفة ما فيش تغيير يتم صدفة فاتكلمنا على مجموعة من القطوات الجسد السابقة في نهاية تالي لا ما مطلقناش كثير تكلمنا على أول حاجة علشان بحاول وخلوني اليوم حاول نركز على موضوع اللي هي حشد الموارد في بعضكم طلب أنه نتكلم على على موضوع التمويلات والتفاصيل هذه فنحاول نتكلم على المقطط أن نحاول نركز على موضوع حشد الموارد حيث أنه يكون مقدمة للجلسة القادمة اللي هي بيكون تفصيل أكثر فيما يخص حشد الموارد والتمويلات فنحن بنجي بنقول معانا مشكلة نحن كمنظمات وجهات وجمعيات ومؤسسات أو حتى شركات شايف الحاضرين تقريبا ثمانية فنقول في معانا مشكلة أنه المشكلة هي يعني قلة التمويلات في مؤسساتنا وجمعياتنا هل كلنا متفقين أن هذه مشكلة أو لا في حد ما يعني حتى يعني أنا أشتغل في مؤسسة ورئيس تنفيذي لمؤسسة يعني معنا بنحصل على مشاريع كويسة وحجم تمويل كويس لكن مقاررة بالسابق يعني ب2019-2021 عندنا عجز في التمويل عندنا يعني خلنا نقول فجوة حقيقية في التمويل فهي عندنا مشكلة احنا كمؤسسة يعني المكان اللي يشتغل فيه أنا متأكد أنتو بلوكم برضو عندكم من اللي اعتقد أن مشكلة التمويل هي مشكلة بالنسبة له ممكن كذا مداخلة سريعة على المايك هي تعتبر مشكلة حقيقية فعلا خاصة في السنوات الأخيرة طيب مونة العودي نعم هل البقية متفقين أننا بنتقلنا حقيقة حقيقة أنها مشكلة حقيقة أنها مشكلة حتى أوصلتنا إلى أنه نفقاتنا التشغيلية فيما يخص المؤسسة أصبح من الصعب أن نمارس أعمالنا الجويتينية ما بالك بتنفيذ مشاريع ممتاز جدا هل في أحد يعتبر أنه موضوع التمويل ليس مشكلة بالنسبة له ما فيش يعني متفقين إذن 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 إحنا بنتكلم وإذا فعلا يعني أنا أشتي بعد ستة شهر يعني سواء معاكم إلا مع إذا أنا موجود معاكم إلا معاولقة أو إلا الدكتور عادل الشيء نتابع فعلا هل عندنا القدرة على أنه نعمل تغيير في مؤسساتنا اللي بنشتغل فيها إذا أحنا تتبعنا مخطط التغيير مخطط التغيير هذا اللي موجود يعني خلنا نقول إحنا اللي طورناه إحنا كشركة بورتال مع المؤسسة الوطنية طورناه خاص فينا بتلاقوا في مخططات تغيير كثيرة جدا لكن نعتقد أنه هذا هو عملي وقابل للتطبيق وفي مخططات أخرى وبتلاقوه أنه يعني فيه نقاط كثيرة مشتركة فإحنا خلينا نقول إنه كلنا متفقين إنه المشكلة المشكلة هي مشكلة التمويل قلة التمويل المخطط هذا بترسله لكم أولقاء ونجيل سبع الجاي وإحنا جاهزين فنقولنا عشان سنعمل تغيير في ما يخص التمويل أول نقطة بنتكلم عليها أنا عن نمشي سريع وبعدين أنا اللي هي فهم المشكلة نجتي نفهم ليش عندنا يعني مشكلة في التمويل فهم المشكلة هذا يعني طلب تحليل يعني طلب عشاني يعرف أنا أنا كمؤسسة ليش يعني أفهم ليش عندي مشكلة في التمويل أو لا إيش المشكلة بالضبط أحد الأخوة اللي هنا تكلم إنه حتى رواتبنا مش قادرين نتفحها أو الإيجارات أو الكهرباء أو الماء فنتكلم على الحاجات الأساسية فهنا فهم المشكلة بسيطة جدا يعني عند جهات ممكن يكون يعني يحتاج له عمق أكثر عند جهات أخرى يعني مثلا بنقول إنه في مؤسسة جديدة يعني المشكلة واضحة جدا إحنا مؤسسة تأسسة بشكل جديد ما عندهاش أي مشاريع ما عندهاش أي تمويلات ولا حصلت منحة هذه مشكلة واضحة جدا ويتلاقوا في مؤسسات أو جمعيات أنه مثلا تشتغل كويس كانت تشتغل ب2 مليون 3 مليون فجأة رجعت إلى تشتغل ب3 مليون وإنه 500 ألف وإنه 200 ألف فهم المشكلة وإنك تفهم المشكلة هذا يعني خلنا نقول إنه أول خطوة أول خطوة لإنك تعمل تغيير فإذا هل في جهات كان معاها تمويلات عالية من اللي حاضرين عشان برضو نشتين أعرف كيف إلى أي مدى ممكن نغطيه هل من الأخوة والأخوات الحاضرين منا عبدالعزيز علي مجد الدين أنا لا جالسة أستعرض الأسامي لأنني مش حافظهم هل كان في جهة يعني عادية مشتش أعرف اسم الجهة سواء الجهة اللي تشتغل فيها أو جهة تعرفها مثلا كان عندها تمويلات كبيرة وفجأة معاش تمويلات ممكن حد يشاركنا أحنا عن نفسنا حقيقة يعني معانا جهة ممكن تمويلنا لكن في إجراءات الوصول إلى هذه الآلية التمويل هي التي نواجهها إلى حد ما صعوبة بها يعني بمعنى أنه عندنا إحنا ضمن حالف العالمي وضمن منظمات دولية يعني ضمن تكتل عالمي لكن لم نستطيع أن نحصل على تمويل مع أنهم عندهم قدرة يعطونا يعني بس آلية الوصول إليهم فيها صعوبة ممتاز جدا يعني ممكن يعني خلينا يعني إذا حابت شارك التجربة جميلة إذا مش حابت شارك التجربة عادي يعني لو أنت بتقول أنك ضمن تحالف إحنا الآن نشتين نفهم التحدي إذا حتى ما نشتيش نسميها مشكلة فيما يخص التمويل علي بيقول أنه نظمنا تحالف عالمي ممكن يعطونا تمويل بس للآن مش قادرين إحنا نوصل للتمويل هل عملتم تحليل ليش أنتم مش قادرين توصلوا للتمويل هل في متطلبات معينة عند المانحين هل في يعني قلنا نقول تم عمل تقييم لكم ويقالوا إحنا تحتاجوا وقت هل فين شفتوا التحدي الحقيقي أنتم مش قادرين توصلوا لهم يا علي والله حقيقة هي الصعوبة الموجودة تحت إحنا عملنا دراسة لهذا الموضوع وحقيقة إحنا أصلا التمويل هو يكون تمويل تخصصي في إطار صحي هذا الإطار التخصصي الصحي يتطلب أن يكون هناك استراتيجية للدولة للقضاء على هذا المرض فطبعا الدولة اللازالة للآن لا يوجد أي استراتيجية يعني وإحنا نبني مشاريعنا على أي أساس من الناحية من الناحية الثانية أنه الخدمة في هذا الاتجاه في قصور كبيرة في الدولة فهم ما يمونوا هذا الأشياء يمونوا هذا القصور مسألة أخرى التي هي التوعية ما التوعية هذا الجوانب يقولها أنه هذا طيب طيب يا علي إحنا ما نشتيش لأنه ممكننا لو أعمل جلسة مع علي والمؤسس الذي هو شغال فيه عدفهم أكثر ممكن حتى نساعد أكثر لكن خلينا نقول أنه يعني فهم المشكلة الآن هنا المشكلة لازم لما نتكلم على مشكلة التمويل يعني إحنا نتكلمنا أنه في مشكلة التمويل فهم المشكلة الناس يمكن يكون نشوفوها بسيطة لكن أنك تفهمها بكل الجوانب أول حاجة مثلاً يعني نتكلم عشان وهذا نطلب منكم يعني إذا تعملوا تغيير في مؤسساتكم يجب أن يمسكوا كل خطوة و تعملوا لها تحليل أول حاجة هل يعني إحنا جاهزين أنه نأخذ تمويلات بمعنى أنه المؤسسة موجودة والجمعية موجودة ومسجلة ومرخصة هذه حاجة أساسية جداً يمكن أنه أنا حسب التقدير راجع في بعض المؤسسات اللي موجودة معنا اليوم جديدة فهذه ألف بال الإدارة أنه فيت معانا ترخيص في مسجلة المؤسسة الخطوة الثانية اللي ممكننا بعدين نجي نقول هل لوائحنا جاهزة يعني هل معانا لا إحنا لا إحنا موارد بشرية دليل متابعة أو تقييم هل معانا مثلاً مراجعة داخلية بعدين نجي نقول هل معانا فريق اللي بيكتب المقترحات تماماً أقصد فهم المشكلة يعني خصوصاً المؤسسات اللي عادي جديدة خلنا نقول التأسيس مهم جداً بعكس المؤسسات اللي لها خمس وعشر وعشرين سنة مختلف تماماً القصة القصة هنا مختلفة تماماً بعدين نجي نبدأ يعني إذا أنت خلنا نقول لحد دلدنا للمتطلبات موجودة مسجل مرخص معك لا إحامالية معك لا إحدى موارد بشرية معك لا إحدى مشتريات هذا اللي يسموها يعني البناء المؤسسي البسيط جداً اللي أي جهة ممكن تعطيك في التمويلات أتسأل عليها هذه لازم تكون جاهزة يعني في لواحة وأدلة لكنها خطوة ثانية يعني تيجي بعدين فهل أنت مثلاً يا علي هل أنتم جاهزين من ناحية هذه معلش يا علي إذا يعني خلنا نقول أنه نموذج ممكن يعني يستفيد منه فضل علي عموماً نحن منظمة لنا أكثر من ثمان سنة هذا من الناحية والناحية الثانية جميع اللوائح هذه التي سبق وأن ذكرتها أنه ما تم قبولنا ضمن تحالف عالمي إلا ولدينا هذه الأشياء الأساسية لوائح موجودة بما فيها اللائحة المالية بما فيها الإجراءات البنكية سبقوا أن نفذنا أنشطة صغيرة ومشاريع محدودة يعني الأشياء هذه موجودة المجلسة على جميع الإجراءات هذه موجودة المشكلة الموجودة الآن الذي إحنا نواجهها هو رؤية الدولة استراتيجية الدولة في القضاء على التهاب معين فهذا هم التومين بيكون عن طريق أنت كمنظمة محلية تشتي تعمل شيء والدولة نفسها ما تفكرش إنها تنفذ مثل هذا النشاط الكبير يعني حاجة مرض بدأ ينتشر على مستوى اليمن بشكل أوسع فهنا هي المشكلة المشكلة إنه إحنا اللوايح الموجودة داخل الدولة للآن لم تستكمل معا إن إحنا قد تضرقنا إلى الجهات المعنية علي اسمحني بس أعمل لك اسمحني بس أعمل أعمل بس مداخلة الآن أنتو خليني نقول أنتو مؤسسة والجهب مركزين على خليني على هدف واحد جدا واجهتكم عقبة حقيقية فيما يخص موضوع موضوع استراتيجية الدولة وأنه ممكن كانت عائق إيش اللي عملتوا مثلا يعني علشان تفهموا المشكلة أكثر أو ممكن تعملوا لها معالجات والله يا أخي العزيز إحنا خاطبنا الجهات المعنية في الدولة في هذا الجانب عملنا معهم أكثر من نشاط يعني في هذا الخصوص لكن الوضع الحالي حقيقة ما بيخدمش لأنه أولويات يعني أنا لما أجي أتكلم عن مرض صحيح وفي أولوية مرض ما هو أسرع وما هو أفتك يعني هذه هي المشكلة التي واجهناها فخلنا نقول نرجع للنقطة هنا فهم المشكلة مهم جدا لأنه إذا فهمت المشكلة تقدر تعمل الحل فأنا ممكن يعني علي مثلا بيتكلم أنه هما مستهدفين يعني عملهم كمؤسسة أو كجاء مركزة على مثلا مكافحة مرض معين أو التعب معين والآن موضوع استراتيجية الدولة ما هيش موضودة تمام يعني ممكن أقول لنا أنه عادة فيه آليات للتعامل فيها حتى خصوصا بنتكلم في وضع زي وضع اليمن مش كل الاستراتيجيات جاهزة وفيه استراتيجيات قديمة وما هيش محدثة لكن المانحين لأنه عادة بيستوعبوا وبيقدروا أنه وضع البلد ما هوش مهيئ أنه يكون كل الاستراتيجيات موجودة فدائما دائما فيه حلول يعني لكن الأهم منه واحد يفهم المشكلة ممكن بعدين أكثر في جلسة ثناعية معي ومع الدكتور عادل إذا هو حاب ممكن نفهم فأخنا نقول فهم المشكلة هي رقم واحد فهمنا أنه في مشكلة في التمويلات فهمنا أنه مشكلة مع المانحين مش قادرين نوصل لهم وتجيين بعدين النقطة الاعتراف بالمشكلة أنك تفهم المشكلة مش كافي لازم تعترف أنه مشكلة ولما يقول الاعتراف بالمشكلة ما هوش بس مثلا اللي هو مسؤول التمويل ولا مسؤول المنح لا لازم لازم قيادة المنظمة وقيادة الجهة يستوعب أنه هناك مشكلة حقيقية فيما يخص التمويل هل تستغربوا هل في جهات ما هايش مستوعب أنه في مشكلة في التمويل وما بتعترف بالمشكلة أكيد فيها أنا اشتغلت مع جهات معينة مثلا كان معهم تمويلات كبيرة وبعدين لما نزلت التمويلات فبنقول لهم أنه في مشكلة في التمويل لأنك انت مثلا كنت تشتغل يعني كنت توصل مثلا لخلسمائة ألف مستفيد الآن بتوصل لمائتين ألف مستفيد فمش قادر توصل للعدد لأنه تمويلات عندك قلة ففي مشكلة لازم تعترف أنه في مشكلة حقيقية عشان تبدأ فعلا تحلل المشكلة فبيقول لك لا لا احنا ما عندنا مشكلة التمويلات بشكل عام قلت في اليمن المانحين ما عبيتدوش فلوس ما بيش اعترف في المشكلة فإذا ما ما عترفش في المشكلة وخصوصا صنع القرار صعب أنه تمشي للخطوة الثانية يعني أنه بنقول إيمان صنع القرار بالتغيير يعني إذا أنت عرفت المشكلة عملت تحليل المشكلة وبعدين لازم تكون عندك الإيمان أنك أنت تشتي تغير في المؤسسة تشتي فعلا تزيد المنح إذا ما عندك الإيمان بالتغيير هذا صعب جدا أنه أنه فعلا تعمل التغيير والإيمان بالتغيير لازم يكون لما قصلنا على القرار ما نتكلمش دائما على مدير تنفيذي رئيس تمفيذي للأسف يعني ثقافة موجودة دائما مدير تنفيذي رئيس تمفيذي أو حتى مدير برامي لازم أي أحد معني بالموضوع يكون عنده إيمان أنه لازم نعمل تغيير يعني لو نتكلم على موضوع التنمليل لازم قليلة الرئيس التنفيذي مدير تنفيذي إذا في مؤسسين مدير البرامج مدير البرنامج المعني إذا هي مثلاً مدير برامج إذا في معه برنامج صحة برنامج تعليم برنامج الحماية برنامج ماواء لازم مدير البرنامج برده يكون مؤمن أحياناً تجي في تفوف قيادة المؤسسة مؤمنة بالموضوع يعني كمدير تنفيذي ومدير برامج لكن مدير بالبرامج يقول أنا معي مشروع مشروع هذا كافي راتبي موجود ما عندهش يعني مش شهر أنه بعد ستة شهر أو سنة بيقف التمويل ما عاد بيكونش تمام فلازم هنا هي حلقة متكاملة نجي بعدين والإدارات المساعدة مثلا مدير مالي لازم برضو يكون مطلع لأنه في فترة من الفترات تحتاج هذولا كلهم تحتاج المدير المالي يكون معك تحتاج مدير العمليات يكون معك مدير الموارد البشرية يكون معك بعدين نجي النقطة اللي بعدها التوافق على التغيير هنا فهمنا المشكلة اعترفنا بالمشكلة كلنا مقتنعين أنه نشي نغير لازم نتوافق على التغيير كيف بيكون التغيير مثلا إذا نتكلم على موضوع اللي طرحه الأخ علي ممكن يكون التغيير هنا أنه يعني نعمل حللنا المشكلة البيانات كلها عندنا ما بنتكلمش على فبعدين نجي نعمل نتوافق على التغيير أنه خلص الآن نعمل تغيير في طريقة إدارتنا للتمويلات طريقة وطولنا للتمويلات كلنا متفقين كمدير مالي مدير تنفيذي مدير برامج مدير برنامج مسؤول المنح كلنا متوافقين على التغيير بعدين بنجي خلص كيف ممكن نعمل التغيير هذا نبني الفريق بنجي لازم لازم يكون ما فيش تغيير بدون فريق يا شباب إذا تشتي تعمل تغيير لازم يكون معك فريق لأنه أحيانا يعني أساسات اللي عادي جديدة بيكون عندها صعوبة أن يتبني فريق تحتاج وقت بتشهر سنة سنة ونوص سنتين هذا طبيعي جدا محتاج أنه أنا شيء يحصل على تمويلات لن يوجد معي الشخص أو الفريق اللي ممكن يحصل على تمويلات ما فيش معي الشخص اللي ممكن يعمل إيميل للمانح ويجتمع معه زوم واللي يروح يزوره للمقر ويطرح له ما المشكلة ويطرح له يعني ما الحل وما المقترح المشروع إذا ما عندك الفريق من الصعب جدا أنك تحصل على تمويلات فهنا بنجي نتكلم أنه لازم يكون معنا فريق الفريق هذا ممكن يكون شخص شخصين يعني يعني مش لازم يكون عشرة ولا عشرين لا ممكن اثنين ثلاثة يعني حسب الجهة فهم اللي بيكونوا مسؤولين على عملية التغيير فيما يخص أنه موضوع وبيقودوا عملية التغيير فيما يخص موضوع التمويلات عملنا الفريق بيننا الفريق نقول هذا مسؤول حجد الموارد والتمويلات ومعه مدير برامج ولا مدير البرنامج إذا مشكلة مثلا في التعليم مسؤول حجد الموارد مع مدير برنامج التعليم هما المسؤولين على قيادة عملية التغيير فيما يخص التمويل بعدين بنجي نقول في خطة التغيير عاي يعملوا خطة للتغيير علي علي تفضل يعني علي عندك مداخلة تفضل يعني عمل لك مداخلة بسيطة أشوف احنا كانت نفكات التشغيلية على أساس أنه كنا نعمل تدريب كنا نأخذ بعض البرامج المؤكثة على أشخاص أنها تكون نفكات تشغيلية لاستمرار نفكات المؤسسة للأسف الشديد الجهة المعنية طلبوا مننا أنه لازم يكون لنا تخصص والتوجه وهدف ثابت فبدأنا اجتمعنا على هذا الأساس عندما بدأنا أن نبدأ في الهدف وصلنا إلى مرحلة متقدمة للأسف أنه هذا الهدف وصلنا إلى مرحلة إلى أنه ممكن نغلق المؤسسة بسبب عدم وجود نفكات تشغيلية الناس التي تكلمت عنه هم المتخصصين سواء يعني في مجالات مختلفة في البرامج في إدارة الموارث هؤلاء يعني بالحقيقة هم يشتغلوا نفكات كان عندنا عمل أنه البرنامج هو المشروع يقوم بسرعة يبدأ النشاط يبدأ العمل لكن للأسف الشديد نتيجة ظروف معينة موجودة في إدارة البلد بشكل عام هي التي تكون سبب في مسير المنظمات المحلية وهذا حقيقة يعني طيب علي طيب علي خلينا نقول أنه دائما في تحديات يعني وتحديات موجودة فهنا نحن بنجي لا بنقول أنه صناعة التغيير ما هي سهلة صناعة التغيير من أصعب الحاجات لكن اللي بنقول هي يعني هي عملية إذا واحد ما شاب فيها أنا متأكد أنه سيقدر يعمل تغيير فأنا عاد أجي نقطتك علي بس خلي نقطتك فبنقول لازم نعمل خطة للتغيير بعدين نجي نعمل توفير الموارد اللازمة لعملية التغيير علشان ما يكون كل كل كلام من عندي لما نقول خطة تغيير توفير الموارد اللازمة لعملية التغيير أنا ممكن أعطي دقيقة دقيقة ونص أنتم تتذكروا الآن عندي مشكلة في التمويل وإيش ممكن تكون الموارد اللازمة لعملية التغيير فأحنا ممكن نعطي دقيقة لدقيقة ونص تفكرولي أيش الموارد اللازمة لحدوث عملية التغيير بما يخص التمويل دقيقة ونص لسمحتم بس فكرولي إيش ممكن الآن من سول عن عملية التغيير فيما يخص حاجة الموارد إيش ممكن تكون الموارد اللي تحتاج أحسن لو سمحتم دقيقة ونصف وكل واحد فكر ونصف ونصفلوها في الشات يا مونة لو سمحت المايك تتبوها في الشات ونصف ونقش يا سمعش ما بنسمعش منالمايك هذا بنقول وصلنا إلى خطوة اللي هي توفير الموارد اللازمة لعملية التغيير كل واحد يفكر لي بنتكلم عندنا مشكلة في التمويل ونحن نحصل على منح وتمويلات ماشينا في الخطوة هذه وصلنا إلى توفير اللوازن إذا أنت مسؤول عن عملية التغيير هذه أيش تعتقد أيش الموارد اللي تحتاجها بس أشتري أسمع منكم عشان أعرف أنكم ماشي معاي فعنا أخذ دقيقة نفكر دقيقة ونصف بعدين نرجع تبوه في الشات أو ممكن على المايك واحد يطلع بس أعطوا نفسكم دقيقة تفكروا ماشي جواب سريع ترجمة نانسي قنقر أستاذ فارس عندي مداخلة بسيطة يأ مونة تفضلي إذا أو بعد نعم طيب ننتظر ننتظر لا بس يكملوا الشباب وبعدين كلهم طيب طيب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة طيب فضل يا مونة بالنسبة لمؤسسة علا المجل التنمية هي مؤسسة من 2007 وكانت تعمل في السنوات السابقة باستقرار لأن كان معها منذ البداية بمشاريع استثمارية بسيطة تضمن الاستمرارية للموازنة التشغيلية والمؤسسة والمؤسسة وبعض المشاريع التي تنفذ كانت عن طريق رجال الأعمال وتجار لم تسعى المؤسسة إلى التشبيك مع منظمات دولية أو جهة مانحة وأصبح الآن في آخر ثلاث سنوات المشكلة أن حصر هذا الدعم من التجار ورجال الأعمال بشكل كبير نتيجة لبعض الإجراءات في الدولة بالإضافة إلى أنهم توجهوا إلى تأسيس مؤسسات خاصة بهم وبدأوهم ينفذوا برامج ومشاريع بالإضافة إلى أنهم توجهوا إلى مسقط رأسهم وبدأوا يعملوا المشاريع والبرامج في هذا الاتجاه لكن بالنسبة للموازنة التشغيلية هناك استقرار لأن في مشاريع استثمارية بسيطة فكرنا فيها من أجل استمرارية المؤسسة فحبيت أضيف هذه النقطة فبالنسبة للوائح والأشياء التي ذكرتها من التعزيز المؤسسي كلها متوفرة والحمد لله يعني الآن إحنا كملنا تقريبا مشروع مع المجلس النرويجي وتم تقييم المؤسسة والنتيجة كانت مشرفة الحمد لله ولكن الآن المشكلة الحقيقية مثل ما قلت لك هو في الحصول على التمويل وهذا المادة كانت بالنسبة لنا في وقتها طيب يا موناء جميل جدا أنت بتقولي يعني في استقرار نوع عمال اللي هي المصارف التشغيلية لكن كنتم معتمدين على النوع واحد من واحد نجيلها إن شاء الله نحاول مشي بسكل سريع على نوع تمويلها وأنه كان في معتمدين على النوع واحد من واحد تمويل اللي هي التبرعات رجال الأعمال فهذا مهم جدا في فهم المشكلة يعني مهم جدا في فهم المشكلة والناس اللي كانوا أصحاب القرار في فترة من فترة يعني بيقول لك إنه خلاص احنا عندنا طريقة واحدة للتمويل مع أن نروحش للطرق التقليدية أو المانحين التقليديين اللي هي المنظمات والمؤسسات تمام لكن تغير وضع البلد وحصلت تغير في وضع البلد هذا عمل مشكلة لله أو خلنا نقول مش مش مشكلة يعني ما بتكلمش على مؤسساتكم يا مون لكن بشكل عام عمل تحدي حقيقي في التمويلات تمام فهنا هنا فأعترف أن هذا مشكلة والناس أصحاب القرار في المؤسسة والجمعية يؤمنوا فيها ويتوافقوا على التغيير ويعملوا فريق عمل السؤال هنا لو أنت لو أنت يؤمنها مسؤولة خلاص كما الاتفاق أنه مناهي بتقود عملية التغيير وتجيب لنا منح والآن يقولون لك إيش تعتقد الموارد اللي أنت تحتاجيها عشان تعمل التغيير هذا قلت بشكل أساسي الفريق فريق تمام إيش بتحتاجي نعم قولي بناء فريق عدد اثنين أو ثلاثة من أجل حشد الموارد تمام ويش كمان أتوقع هذا هو بشكل أساسي لأن بقية الأشياء كلها متوفرة وفي عندنا خبرات سابقة ولدينا كل ما هو متطلب لدى الجهة المانحة معظم الجهة المانحة طيب شكراً يا مونة نجي من اللي ممكن يعمل مداخلة علي تفضل فوزي علي تفضل أناس أي حاج نشتيبك معك أو سمعتم عشان شكراً جزيلاً أي خلاص تمام فضل يعني شكراً جزيلاً طبعاً زي ما تكلمت الأستاذة علاء يعني منظمة علاء المجد الأستاذة مونة هو نفس ما يحصل معها وهو يحصل معنا نحن مؤسسة وحجة الحياة نفذنا مشاريع صغيرة مع الـ GIZ مع الهجرة يعني فلكن زي ما قالت فضلت إنه كان اعتماد لنا اعتماد كلي مع بعض رجال الأعمال ودعم شخصي مني شخصياً المسألة إنه كيف زي ما تكلمت إنه ما هي الخطوات أو تشكيل الفريق أنا حصل مننا إن مشكلنا فريق وعملنا دعم مؤسسي وصلنا إلى مرحلة إنه تقدمنا للأوتشا وهذه كانت مشكلة بالنسبة لنا إنه نحن حشدنا موارد على أساس إنه نبدأ ندخل في الأوتشا وبدأنا نجهز بنا مؤسسي متكامل فجأة إنه لم نحفى بهذا الشي وهذا عمل لنا نكسة نوعية أخرى إنه الفريق الذي جهزنا وعملنا بنا مؤسسي لهم حصل نكسة إلى حد ما وأصبح من الصعب الاحتفاظ بها يعني هذه من ناحية من ناحية اللوائح والأشياء لا زالت قائمة من فتالتين من عندهم داخل كمان مرحبا أهلا وسهلا يا سيد فارس يا دكتور فارس الحمد لك إحنا اشتغلنا مشاعري مثل ما تكلمنا من أول عبر تجار عبر جهات داعمة عبر مع منظمات من تحت الباطن لكن نحن ندخل مع منظمات جديدة هي دا الحين الذي معنا المشكلة الأساسية الآن وأيضا معنا أيضا مشكلة الدعم الدعم هي مشكلة رئيسية لاستمرار المنظمات يعني بناء الفريق ومعنا الأشياء مثل ما قد تكلمت الأستاذامنا معاهم استثمارات نحن ما قد فيش استثمارات الآن جديدة كبيرة نحن نشي نعمل هذا الخطوة وأيضا بناء الفريق ممتازم طيب أنا أتكلم شكل أنا أحاول طبعا ما أدخلش في تفاصيل كثيرة لكن لما أنا أشتغل تغيير في حاجة شيء يعمل مداخلة يتفضل قبل ما نبدأ طيب الموارد شوف الموارد طبعا متنوع كثير ما أتكلمش على بس أنا موارد يعني هنا منا وعلي وأعتقد أنا أستتكلموا على البناء على أنه يكون فيه بناء فريق وفيه يكون فريق موجود طيب أنا اتفق أنه أنا عملت فريق شخص سين ثلاثة والله أنا أحتاج أنا أجلس إذا أنا أرتاح بقرار منظمة مدير تنفيذي مدير رئيس تنفيذي مؤسس مدير برامج وعندي صلاحيات القرار أوكي إذا أنا مش صاحب القرار أنا وأنا باسم السؤال أترفع بحق الخطة أنه والله أنا عاد أحتاج استشاري كتابة مقترحات أو استشاري حجد موارد فهذا مثلا يكون راتب شهري أو مش برير راتب شهري بال أنا نقول بالمقترحة وحجزي كده ممكن يكلفني مثلا في السنة عشر آلف دولار أو خمس آلف دولار أو ألف دولار هل عندنا الموارد هذي نوظف واحد نقول له تعال حشد لنا موارد وعندك خبرة وواحد يعني ورع في الدول اللي ابتادها هذي تخصص مطلوب جدا أنه الناس اللي عندهم القدرة على أنهم يحشدوا موارد يتفعلهم رواتب عالية جدا أنا أحتاج حد في اليمن أنه عنده واحد واحد قد عمل حشد موارد خمس آلف دولار لمليون لاثنين مليون لثلاثة مليون قد أحتاج حد بفعلا داري كيف العملية بالتم داري يعني أنا إذا إذا بتاج أي حاجة عد روح الشخص إذا بتاج أي حاجة في حياتي عد روح الشخص اللي هو فاهم لما تكون سيارتك خاربة ولا شي بتسأل على أحسن ميكانيك موجود في صنعة سين وللصاد ولا لما يكون معك مشكلة في أي حاجة تلفزيون بتسأل على اللي هو فاهم الموارد نفس الشي أنت بتحتاج تسأل إلى الناس اللي حشدوا موارد إذا عندك يعني إذا عندك إذا تقولي لي معنا فريق أنا أول سؤال بسألكم الفريق اللي معاكم كم أمل حاجة الموارد خلال الفترة الماضية هل قد أمل حاجة الموارد وحصل منح خمسة ألف خبسين ألف مئة ألف مئة ألف إذا الجواب لا أمتناه هذا الفريق اللي أنت عدت تقدر تحاجة الموارد هذا فريق عادو بتبني فريق عادو في البداية محتاج تدي لهم حد فعلا قد يعني فهم يعني حاجة الموارد جلس مع مانحين كتب مقترحات تفاوض مع مانحين أقنع مانحين إنهم يجبوا لتنمويلات إذا الفريق اللي معك يعني ما زالوا يعني في بداية عملهم ما عندهمش القبرة لا أنت محتاج حد يدعمهم فنيا يعني يكون معاهم ممكن استشاري أو محتاج تدربهم أنت وتعملهم تدريب لكن التدريب يعني يأخذ وقت فهذا راجع لكم كإشي القرار لكن مهم جدا لما أقول أنه أنا أحتاج موارد ممكن أنا معي الفريق اللي تتكلمت منها ولا علي ولا أنس لكن الفريق هذا لازم أنا جي أشوف هل هذا هو الفريق جاهز ما بقولش لما أتكلم هذا لازم أكون واضح ما بقولش كده عشان أنه والله لا أشتغير الفريق لا إذا عندهم القدرة وقد حشدوا موارد ممتاز ما عندهمش القدرة أجيب حد يساعدهم أدربهم أشوف قد يكون من الموارد اللي أحتاجها أنا عدا أحتاج تدريب في بناء في كتابة المقترحات فأنت في الخطة حقك عدا أقول عدا أدرب الفريق حقي في كتابة المقترحات عدا أدرب حقي الفريق في موضوع البحث عن المانحين عدا أدرب الفريق اللي معي لأنه إذا أنت إذا تقولي معك فريق والفريق مش قاب ما قد أعملش أي حشد موارد من قبل ولا جمع حتى خمسة ألف دولار ما قد تجمعش ولا عشر ألف دولار ولا خمسين ألف ولا مية على حسب التمويل اللي أنت تشتيه فإذا هي جهب تشتيها اثنين مليون ثلاثة مليون دولار عددي واحد عنده خبرة إنه قد جمع اثنين وثلاثة مليون وخمسة مليون إذا تشتيه عشر ألف دولار عشرين ألف عددي واحد عنده الخبرة هذي فما يا أناس لو سمحت المايك لو سمحت ما شباب عدا أعمل التدريب اللي عدد يحتاجه الفريق علشان يعمل حجد الموايك يا أناس المايك مايك يا أناس طيب خلونا نعمل بيوت لا أناس طيب تمام فالفريق اللي معك لازم أنت فعلا يكون معك الفريق اللي عدد تقدر عشان يكون تمشي بالخطوة صح تختار الفريق الصح أحيانا تقول لي يا دكتور أنا يعني هذول اللي يكتبوا مقترحات يحتاجوا تمويلات عالية يحتاجوا راتب عالية فهنا بتجلس إيش معانا من موازنة عندنا موازنة ما عندناش موازنة أنه نغطي استشاري ما عندناش موازنة نشوف مين ممكن يتطوعه أو ممكن احنا نعمل حاجة هو يساعدنا يعني فهنا تبدأوا تشوفوا العلاقات حقكم النتوركينج اللي معاكم والله في سين والله صاد هذا يكتبوا مقترحات كويس ممكن يساعدنا احنا نبدأ وهو بس يعمل لنا مراجعة والله المؤسسة الفلانية ممكن نروح لعندهم نقول لهم يساعدونا والله المنظمة الدولية الفلانية ممكن نروح لازم أما أنه ما تحاولش أنه يعني تقول أنه معي الفريق والفريق ما عندوش الأدوات مش كافي أنه يكون معك فريق لازم الفريق يكون عنده الأدوات فالموارد ممكن يقول منقول فريق موارد بشري أنه يحتاج استشاري يحتاج واحد يكتب مقترحات يحتاج يحتاج مدير حد من المالية يعمل لي موازنة يحتاج حد من العمليات يجيب لي يعني لما أكتب مقترح يجيب لي عرض أسعار الفريق حقي يحتاج تدري فهذه كلها موارد قد ممكن أنا وظفت حد وأحتاج مكتب مكان يجلس فيه فهذا مهم جدا قد ممكن اشتراكات معينة مثلا الآن في بورتال وهي بتقدم مناح ممكن اشترك في بورتال عشان المناح كلها تتوصلني ما أشترويج البرتال بس مثلا يعني أو أي أي منصة ثانية الفكرة اللي لازم أكون عارف الإعلانات يعني المناح هذي كين بتكون فهذه موارد عملنا هذا وفرنا الفريق بعدين بنجي يعني أعطاه الوقت عملية التغيير ماهيش في يوم وليلة لكن ماهيش في عشرين سنة عملية التغيير تحتاج وقت لكن يعني أنا دائماً أقول أنه التشرة إلى سنة تبدأ تبدأ مؤشرات كويسة لعملية التغيير ما حتى يقول لي أنا أعد أعمل خطة التغيير وبكرة شتي تمويل لا هذا ما مش موجود نهائياً أنت تشتي تمويل عملت خطة ستة شهر إلى سنة تبدأ تشوف مؤشرات والله المؤسسة بدأوا المانحين يعرفوها أنا عملت خطة أن أنا أعد أزور عشرين منظمة دولية ومنظمة محلية ممكن يحصلوا لي تمويل بعد ستة شهر والله أنا زرت عشر ولا خمسة عشر بدأوا المنظمات الدولية عارفيني المنظمات المانحة عارفيني بدأت كتبت خمسة مقترحات عشر مقترحات تحس أنه ما عادش زي أول في بداية تغيير فأعطوا وقت للتغيير ستة شهر إلى سنة ممكن يعني تبدأ إشارة التغيير يعني أتوقع سنتين مفترض أنه يكون في تغيير إذا ما فيش تغيير خلال سنتين المفترض أنه نراجع راجع أنه هل ماشينا فين المشكلة بعدين نجي خلال عملية التغيير هذه في أخطاء الفريق يمكن يعمل أخطاء لازم إحنا برضونا تقبل الأخطاء عند الفريق إتما أقول أنه الفريق بنيته خلال ستة شهر هذا زي مدربين الكرة يجيب مدرب يعني بعد ثلاثة شهر خسر مبارا يغير المدرب هذا يعني ما هوش صح ولا صحي تمام فإذا قد إذا الفريق اللي معك فتب مقترح وما نجحش من أول مرة ممكن نجح ثانية مرة ثالث مرة أعطي فرصة حصل يعني لبس معين ما ينفعش يعني لازم تعطي فرصة للتجربة ويكون مرن تعطي تقبل يعني تتقبل أنه الفريق جالس يتعلم وأنه ممكن يخطوه وممكن يكون فيه تحديات حقيقية النقطة اللي بعدها بنتكلم على الاحتفال بالتغييرات الصغيرة نفترض أنه بدأنا نشتغل بعد ستة شهر والله الفريق هذا جمع لك مئة ألف ريال مئة ألف ريال قليلة يعني البعض يقول لكم لا لازم أنت بردو تشجع الفريق هذه البداية مادام وصل إلى مئة ألف مئة وخمسين ألف أو حتى خمسين ألف الفكر أنه العملية بتشتغل يعني اللي قدر يوصل لخمسين ألف أو مئة ألف بكر قادر يوصل لخمسمائة ألف ريال قادر يوصل لمليون ريال بس يعني ماشي ببروسس بس محتاج أنت تشوف يعني كيف ممكن يعني تساعده فإذا بدأ إذا بدأ الفريق وتشوف نتائج حتى لو كانت بسيطة جدا بدأ والله ما نحن يعرفوكم لازم تشجع الفريق وتقوله أنه برافو يعني في مواشرات تغيير فهذا هو المخطط أنا عاد أنصح كل أي حد اللي حاضرين أنه يأخذ المخطط على إذا في التمويل يفهم المشكلة يعني تحتفهم المشكلة في نقاط كثيرة جدا يعني يعني يكتبوها هنا في المخطط هنا بنتكلم فهم المشكلة يعني فيه شرح نفصل هنا ما هنتكلمش له لكن أنا عاد أنصح أنه أنه كل نقطة يعني من هنا يعني أنت كصاحب قرار تعمل تغيير تمسك كل نقطة وتفهمها في نقاط ممكن تدمجها مع بعض ما بش مشكلة لكن لازم تفهم علشان تمشي بالدائرة هذي كامل فهذي كانت يعني خلنا نقول أنه جزء من استكمال للجلسة السابقة فيما يخص موضوع كيف نعمل التغيير أنا ممكن الآن بس نمشي بشكل بشكل سريع جدا على موضوع نشيت رسلنا المادة حقا أبل بار بوين هذي حاضرين طيب عندهم مداخل يتفضل بس على استعرض المادة الثانية من عنده مداخل يتفضل من عندهم داخل طيب مين عندهم داخل من عندهم داخل ما اسمعكش يتفضلي مين عندهم داخل الصوت مش واضح الصوت مش واضح ممكن لو سمحت الصوت مش واضح تضلي حد عندهم قبل ما ننتقل مونة تفضل عندي ملاحظة بسيطة الكلام الذي بيطرح كلام طيب وجميل لو يكون من أحد المنظمات الموجودة الآن معنا على القاعة تكون ورشة عمل عملية تضبك فيها هذه الإجراءات التي تتكلم عن نحن يعني بنقول المخطط أولوغا يستيل هنا من أول على أسس حاجته ومشروع نحن 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 تهمتين تمام فعلي نشارك معكم الفكرة هنا كل المنظم يعني إذا تعمل تغيير تحشيد موارد لازم تستعب كل نقطة تستعب تمام فأنتو تبدو ممكن بعدين تشاركوها معنا ونشوف كيف مشيتوا في الخطوات يا دكتور كان من أول معنا مع الدكتور عادل أن معنا مشروع وبنشتغل عليه جمعة وعلى أسس كان في معنا ممول وقد اشتغلنا في الحالة النفسية أوكي فأنقطع معنا الدكتور عادل وما تكمل ما بش مشكلة نحن نرجع مع الدكتور عادل وأعتقد السؤال جاي هو بيكون معكم لكن خلنا نقول المشروع لهذا هو نموذج ممكن تطبقه على أي نموذج فنحن نجي هنا نبدأ في الجلسة هذه جلسة استكشاف المانحين همفترض الدكتور عادل هي مقدمة للسبوع الجاي الدكتور عادل هيكمل للسبوع الجاي معكم فنحن تكلمنا خطوات التغيير ومهم جدا أن أنصح للأمان أن إذا تشت تعملوا تغيير الموضوع ما هو بسيط اللي يقول لكم أنه عملية التغيير سهلة جدا ما يكون يقول لكم يعمل أنه ما مرش بتجار بحقيقية أو أنه يحاول يسهل لكم الموضوع عملية التغيير ما هيش مستحلة لكنها تحتاج جهد وتحتاج التواصل وتحتاج دلوس مع صمنا على القرار تحتاج إجماعة تحتاج موارد تحتاج وقت وتحتاج متابعة أما أنه أنا دجي اليوم متحمص حضر تدريب بكرة دجيب مانحين ما هو هكذا لأحد يكون يعني يسهل لكم الموضوع وفي جهات يعني أنا عرف جهات من من 1900 وحاجة يعني 96 و97 عندهم مشكلة حقيقية في التمويل وبنجل نعمل معهم جلسات جهات من 2000 جهات من 2010 جهات من 2000 وعرف جهات من 2016 و2017 ما عندهم مش أي مشكلة في التمويل وحصلوا على تمويلات كبيرة جدا فالموضوع بس الموضوع هو بروسس يعني هي آلية إذا أنت مشيت فيها يعني في جهات تأسسة 2016 2017 ولان شغالها بمليون دولار 2 مليون دولار 3 مليون دولار لأنهم فهموا الألية ومشوا بالطريقة اللي هل نقول المناسبة وقدروا يصلوا للمانحين فنقول أن هذا المقدمة للجلسة القادمة عشان نحمسكم له جلسة استكشاف المانحين أنا الآن فهمت أني عندي مشكلة في حسط التمويلات بعدما فهمت أني عندي مشكلة وخلاص قررنا في المؤسسة أنه عن نعمل تغيير وشكلنا الفريق وعلي وعنس ومنا قدموا للمدير أنه هذه خطة التغيير ومن ضمن خطة التغيير في تدريب كيفية استكشاف المانحين هذه أول فطوة هنا بنجيب نتكلم يعني نفس دورة حياة المنظمة يعني تتكلمنا شو يمكن في القيادة والتفاصيل هذه لكن نتكلم هنا بمعنى استراتيجية المؤسسة كلكم بيقول أنه معكم استراتيجية استكشاف المانحين كتابة المقترحات وبعدين بنتكلم على إدارة المشاريع متابعة والتقارير والتعلم هذه هي من قول دورة حياة أي منظمة نمعها استراتيجية عامة بيشوفوا من المانحين الموجودين وبعدين يكتبوا مقترحات يجيهم تمويلات ينفذوا المقترحات يرفعوا تقارير متابعة وتقييم وبعدين يتعلموا من التجربة يتعلم من التجربة فهذه أول نقطة أنا عدا أحاول أن أمشي سريع لأنه في لها جلسة لأنه الوقت للأمانة يداهم تقريبا للآن ساعة لماذا استكشاف المانحة منا موجودة صح؟ نعم موجودة أي منا موجودة عادتا أنا نسمع من المشاركين لكن عدا حاولنا بس أختصر ليش إحنا بنقول تدريب لاستكشاف المانحين علشان ما نعتمدش على مصدر واحد من التمويل سواء كان المصدر هذا يعني يمكن أنس اللي يتكلم أو علي تكلم على موضوع الأوتشاء وعندما أتعلق عليه ومنا يعني معنا تجربة منا بتقول أنه كنا معتمدين على التجار وعلي يقول أنه كنا معتمدين على الأوتشاء وبعدين حصلين انتكاسة فهنا ما فيش مؤسسة ممكن تنجح وتستمر في النجاح إذا هي معتمدة على مصدر واحد إلا إذا هذه المؤسسة حقود الأعمال وملياردير وهو يصرف عليه هذا موضوع مختلف يعني بنتكلم على بلغس أو لون ماس أو تبع همزون ويعمل لهم مؤسسات يعني الوليد بن طلال أو التجار الكبار يعمل لهم مؤسسات بتهيل سعيد محمود فما دم تجارتهم شغالة بيظل أنهم يحصلوا على تمويل لكن المؤسسات اللي ما هيش ملك تجار ولا أرجال أعمال ولا شركات كبيرة محتاجة يكون عندها تنوع في التمويلات فقبل ما نتقل ممكن حد أنا اشتسمع من كل واحد هي موجودة هنا أستعرضها لكن نسمع عشان عرف إنه فعلا أي شي كل واحد يشارك لي بس مصدر واحد للتمويل هو بالنسبة لنا دكتور مش فقط رجال الأعمال أو التجار أنا قلت لك معنا مشاريع استثمارية بسيطة موجودة أنا أستسمع مصدر التمويل يعني بشكل عام فأنتي بتتكلمي إنه رجال أعمال ومشاريع استثمارية صح نعم معنا الشركاء المحليين ومعنا الشركاء الدوليين ومعنا طيب كمان يعني الشركاء المنظمات يعني والمؤسسات أيش كمان أيش مصادر التمويل إحنا نجتي نعرف إيش إحنا الآن بنتكلم استكشاف المانحين عشان نستكشف المانحين لازم نعرف من فين بتجي التمويلات فمنا ذكرت واحد رجال الأعمال تكلمت على المشاريع الاستثمارية من اللي تكلم علي على المنظمات صندوق الإنساني صندوق الإنساني برضو يعني هي منظمات الصندوق الإنساني هي منظمات إيش كمان منظمات منظمات المنظمات المجتمع المدني معك المشاريع الاستثمارية التي بتعملها إيش إيش مصادر التمويل إيش كمان طيب طيب المشاريع الاستثمارية الشركات طيب هنا نجي نقول هنا بنتكلم على موضوع المنح المنح هذه اللي ممكن تكون يعني من منح تمويلية يعني اللي ذكرتهم كلهم تحت قائمة موضوع المنح يعني بمعنى من 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 منظمات الهجرة الدولية الNRC الDRC الوكالة التنمية أي منظمة هذه دائما وهذا يعني المصدر أساسي للتمويل للمنظمات تلاقي أغلب المنظمات تسعين في المية إلى ثمانية إذا مش مية في المية مثلا الجهة اللي يشتغل فيها مية في المية ما زلنا نعتمد على مصدر واحد من التمويل تمام فهذه واحدة من المصادر أو نماذج التمويل اللي هي الاعتماد على المنح سواء نتكلم البنك الدولي نتكلم البنك العربي نتكلم صندوق الكويتي للتمية مركز الملك سلمان إيش ما كان صندوق المتحدة فهذه كلها منح وهذا هو خلنا نقول المنظمات في اليمن معتمدة بشكل أساسي على هذا بعدين نجي نشوف موضوع التمويل الجماعي يعني إيش منقصد بالتمويل الجماعي ممكن يعني ممكن نقول إنه إحنا مثلا في قرية معينة نشتين بني مدرسة فنبدأ نجمع من المغتربين من أبناء القرية من هذا فهذا واحد من أشكال التمويلات من التمويل الجماعي أو ممكن الآن في طرق اللي 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 إيش يسموها اللي حشد الموارد عبر الإنترنت يعني أنا معي أنا مثلا منا ولا علي ولا أنس ولا الزملاء والزميلات اللي موجودين والله أنا أشتي أبني مركز صحي في القرية حقي ولا أشتي أعمل مدرسة فالتمويل الجماعي اللي هو الطرق يعني ممكن أنا أجمع من القرية ممكن أجمع من المغتربين بتلاقي أنه في أمارك خصوصا أنا من مديرية النادرة المديرية هذه يعني الآن مشاريع مش طبيعية معتمدة على التمويل الجماعي اللي يتلاقي المقتربين في أمريكا المقتربين في بيطانيا في الخليج والتجار اللي موجودين والله في مدرسة تحتاج ثلاثة فصول وأربعة فصول يلا كل واحد يدفع خمسين ألف مئة ألف يتلاقي واحد يتواصل معهم يلا جمعوا التفاصيل هذه أو نعمل صندوق القرية والصندوق هذا هو اللي يتكفل تمام فهذا نوع من وعد كميل الجماعي أو أنه أنا والله المدرسة هذه بدل ما إذا بناء القرية أو بناء العزلة ما عندهم شركة مالية أنا تواصل مع الجهات معينة اللي بتعمل حشد عبر الانترنت وأنزل المدرسة هذه تحتاج إلى عشر ألف دولار لكي أستكملها وأنزلها في واحد من مواقع ماه برضو هي عملية يعني تسجل في الموقع وترفع الوثائق والتفاصيل هذه بعدين تقول أنا أحتاج عشر ألف دولار لكي أعمل تأهيل للمدرسة وبعدين في متابعة في مشاركات الرابط وتفاصيل كثيرة في الكمول الجماعي هذا بعدين بتلاقي أنه هذا يتبرع بخمسة دولار هذا يتبرع بواحد دولار هذا مية هذا بألف يعني في قصص ناجحة منظمة يمنية في أمريكا جمعت تقريبا في فترة قصيرة مليون دولار منظمة ثانية في بريطانيا جمعت يعني عبر الفيسبوك بس يعني أنه عملوا تمويل في الفيسبوك ووصلوا إلى مليون دولار منظمة يمنية تمام كيف في منظمها غربية يعني معها موقع اسم قلوب لو هذا يعني بينزلوا لكل المنظمات يعني في مواقع كثيرة جدا في الفيسبوك في مواقع كثيرة جدا لكنه هذا واحد من قدر التمويل فأحيانا لأنه نحن في اليمن موضوع البنت والتفاصيل هذه ما نقدرش مباشرة فأنت بس تعمل فكرة المشروع وتسجل عبر الموقع والموقع هو اللي يعمل لك تمويل بتلاقي أنه مثلا في منظمات زي طباب لا حدود زي الصليب الأحمر زي هذه إذا دخلت موقعهم في تبرع لي أو حاجة زي كذا تبرع السعودية معهم حصلنا على نشاط في هذا الجانب يعني في نفس الآلية حصلنا على نشاط ممتاز جدا أيو نتكلم نتكلم على مصادر التمويل يعني يعني لما تفهم هذا المصادر يعني يمكن السنة الماضية في واحد من المؤثرين بس في اليوتيوب اليوتيوبر اللي هو واحد اسمه بوكلا جمع 11 مليون يعني في كم يوم وبتلاقوا في نماذج كثيرة جدا للموضوع التمويل الجماعي بعدين نجي موضوع التبرعات يعني التبرعات موضوع بسيط جدا سواء كانت عبر الموقع سواء أنت استهدفت استهدفت رجال أعمال استهدفت جمعيات استهدفت شركات التبرعات أعتقد موضوع بسيط يعني واضح جدا موضوع التبرعات لكنه مهم جدا مهم جدا يعني واحد من يعني الفكرة هنا في تنوع في التمويل خالدة فضلي بعدين في جهات في جهات يكون جزء من التمويل في جهات جزء من التمويل يكون عن طريق العضوية أنه يعني الأعضاء يدفعوا اشتراك والاشتراك هذا هو اللي بيساعد أنه يمولى الأنشطة يعني مثلاً إذا فينا في خارجين إذا في مثلاً مجموعة مثلاً في حي معين أو مديري معين ويشي يعملون لهم جمعية أو نادي فهما يدفعوا الاشتراكات وهذه أمشطتهم بسيطة وتغطيها تمام؟ في جمعيات يمنية في الخارج يعني يكون أغلب التمويلات وتكون من الرسوم اللي يدفعها الأعضاء لكنه تمويلات قليلة جداً للأمانة بعدين نجي نتكلم على المناسبات الخاصة أو الفعاليات الخاصة يعني مثلاً بتلاقي أنه في بيعملوا حاجة يسموها عشاء لحجد التمويل يعني أذكر أنا مؤسسة السرطان كانت تعمل هذه في أذكر إن كان يعملوا في كله في ندق سبا يجولوا رجال الأعمال والتجار ويعملوا مساهمات كان يجمعوا مبالغ قويسة للمؤسسة السرطان في اليمن أتكلم في برها بتلاقوا كذي يعني هذه حاجة اللي هي فعاليات حجد الموارد والفوندرايزنج فعاليات كثيرة جداً تلاقي أنه منظمات معينة مكافحة السرطان منظمات مهتمة مثلاً بأمراض معينة زهايمر ثلسيميا التوحد بيعملوا مثلاً عشاء جماعي بيعملوا يعني أنا ممكن أتكر أمثلة يعني كثيرة جداً للموضوع هذا يدعو الناس اللي يعتقدوا أنه ما يتبرعوا وبعدين اللي يتبرعوا يساهموا فيها أنا والدكتور عادل اللي يمكن استنى الماضية شاركنا في مراثون أربعين كيلو كم؟ خمسة أربعين كيلو المراثون هذا يعني فكرة أنك أنت تسجل وبعدين يجيبوه لك رابط والرابط هذا ترسلوه لحقك لأصدقاء علشان يتبرعوا المؤسسة والجمعية وفعلاً يعني عملنا رابط ورسلنا لأصدقاءنا وأصدقاءنا واحد يتبرع بعشر دولار واحد يتبرع بخمسة عشر دولار هذه برضو ممكن يعني في اليمن ننظم مثلاً سباق سياكل ويكون فيه رعاة ومش يرعوا الفعالية ويتبرعوا ممكن اللي يشاركوا يعني يتبرعوا يعني فيه طرق دائماً كثيرة جداً للفعاليات أو المناسبات لحشد التمويل وفيه دائماً أفكار إبداعية كثيرة بتلاقي أنه أحياناً يعني مثلاً أكس فاهم ولا شي أنا بتلاقيهم أنه معهم معهم كذا شباب عشرين واحد عشرين سنة بتلاقيهم يروحوا للبيوت يعني يعملوا كذا كامبين مناصرة مثلاً يلاً لليمن ولا يلاً للسودان ولا للسوريا وتلاقيهم معهم يمشوا بفور معين ولا نموذج معين ويمشوا كذا سبرماركات مولات أقصد أنه فيه مناسئة كثيرة جداً بيع المنتجات اللي بتتكلم عليها يعني ممكن نعمل طبق خيري ممكن يكون معنا بقالة ممكن يكون معنا دكان سبرماركة مستشفى إيش ما كانت ومن خلاله يعني أكس فاهم بازارات أي أكس فاهم معهم سلسلة كبيرة من المحلات التي بيع وأحياناً ملابس مستعملة ويعيدوا بيعها وحصل تمويلات كويسة جداً منها تمام بتلاقي أنه يعني تلاقي أنه فيه جهات يعني تصنع منتجات معينة أحياناً فنايل عليها شعارات معينة وبعدين يبيعوها ويعود ريعها للانشطة المؤسسة فيه تفاصيل كثيرة جداً ممكن أنه يكون طرق من طرق التمويل تدريبات وخدمات يعني فيه جهات مؤسسات تعمل تدريبات وتأخذ فلوس عليها فيه جهات أذكرنا فيه جهات يعني اللي قابلناهم معاهم قاعة يجهزوا القاعة وبعدين القاعة هذه يخلوها مصدر المصادر الداخل بحيث أنه يجروا القاعة تمام موضوع الكفالة أعتقد واضح جداً أنه فيه جهة والأشخاص والتجار يكفلوا الدعم الحكومي يعني في اليمن كان فترة من فترة الدولة تدعم المؤسسات والجهات لا قبل يمكن 2012 2013 يعني يعني ممكن يدعمهم مليون اثنين مليون في السنة ثلاثة مليون ريالة دولار لكن هذا بتلاقوا هذا النوع من التمويل موجود بقوة في الخليج في في أوروبا في في اسمه في أمريكا الجهات المؤسسات والمنظمات والجمعات يقدموا مشاريع الجهات المعنية الحكومية وهم يدعمهم المؤسسون اللي تكلمنا عليها ممكن المؤسسون يكونوا تجار كبار ممكن يكونوا يعني يعني صاحب ماكروسوف بالقست يعني معه معه هذا معه معه مؤسسة فهو بيمولها بشكل في كل مستمع في الوطن العربي بتلاقي بتهاي السعيد في اليمن معه مؤسسة بتلاقيهم بيمولوها بشكل بقشان مثلا التجار بيمولوها بشكل كمؤسس معه مؤسسة بيمولها تمام فهذا شكل من أشكال التمويل بعدين حد هل في حاجة يعني في بالكم احنا ما ذكرناه ممكن أي حد في باله حاجة وما ذكرناه فضل طبعا احنا بدأنا وعشرين فقد أخذنا عشر دقائق زيادة على الموعد فبس أنا عدا حاول نجي بعدين بعد ما يعني عرفنا نماذج التمويل يعني وحددنا قائمة ممكن احنا نجي يعني من الصلح يقول انه بيشتغل على كل النماذج هذي هيشتغل على المناعة هيشتغل على التمويلات على التبرعات على العضوية على المناسبات على بيع المنتجات على توفير كثير كثير صعب وعيكون مش مستعيل لكن عيكون مشتت فأنت يعني مثلا احنا كالمنظومات في اليمن اول حاجة بيشتغلوا عليه موضوع المنح كلنا بنشتغل على موضوع المنح وانا اعطينا صح الكل لانه بنشتغل مية في المية فما بنقول لكم الفكرة هنا انه ما نخليش المنح مية في المية ويمكن مونة مونة اعتقد في بعض الجهات اللي كان معتمدة على التجار والمستثمرين ولكن الاغلب في اليمن بيعتمدوا على المنح فالمنح بتكون حاجة اساسية لكن الرسالة هنا واللي بنقوله انه ممكن تكون المنح 80% 90% بس مش 100% لانه اذا اعتمدتم 100% على المنح يعني لازم يكون فيه تنوع فيه مخاطر انه اخصوصا مانح واحد يعني الناس اللي اعتمدوا على الاتشا انا عرف جهات سكرت لانه الاتشا وقف التمويلات او قلل التمويلات او حصل لهم مثلا مقدروش ينفذه بشكل كويس فمجرد من اعتمد على الاتشا قفل اعرف جهات كانت معتمدة على المفوضية نفس الشي جهات مع مثلا تعتمد على البرنامج الغذاء فلازم يكون حتى في موضوع المنح لازم يكون عندك تنوع عن نجيله تمام فأنت هنا يعني وانت بتعمل الخطة اللي شفت في المخطط الأول وانت بتعمل الخطة لا تجي تشتت نفسك شوف ايش نماذج التمويل المناسب لك المنح انا انصح لكل المنح اكيد بعدين التمويل الجماعي خصوصا يعني اذا في مثلا اذا في منظمة او مبادرة احيانا مبادرة مثلا في مناطق فيها مقتربين ولا تجار كثير انا بقول لك اكيد التمويل الجماعي مهم جدا ان يكون التبرعات يكون واحد من اشكال مصادر التمويل لكن في جهات منطقة معدمية اصحاب المنطقة معدمين ما عاد عندهم شوالحرب قضت يعني على مصادر دخلهم فتمويل الجماعي والتبرعات ما يكونش فعال فانت تشوف ايش اللي فعال عندك يعني اذا انت خصوصا عندك منتجات او المؤسسات اللي لها معها حرف يدوية وكذا ممكن تبيع منتجات حرفية فالفكرة هنا انت تحدد ثلاثة نماذج من نماذج التمويل وبعدين تركز عليها انا عدا وقف هنا لاني انا اخذت وقت كثير جدا واللقاء بتنسر مع الدكتور عادل انه وصلنا الى نماذج التمويل ممكن هو يعمل رفيو سريع يعني مراجعة سريعة ويكمل معاكم الكدريب الاسبوع الجاي في ما يخص اللي هي استكشاف المانحين والحصول على التمويلات انا بوقف في الجلسة هنا عشان ما نشتيش ناخذ من وقتكم اكثر من كذا نسمع اي استفسارات ولا شي تفضلوا تفضلوا ندى ندى تفضلي اذا عندك استفسار ما فيش مونة انا احب لكل يشارك مونة تفضلي ما فيش مجد الدين مجد الدين يا استثارات خلينا نسأ خلينا نشوف مجد الدين بعطيك فرصة يا نس مجد الدين عندك مداخلة ما فيش طيب اناس فضل يا استثارات تعدد المساطر وايضا تعدد المانحين وايضا يشيله جهد ويشيله خبرات ويشيلها ايضا دعم مالي في البداية ويحتاج له الى يعني مثل ما قلت واحد متخصص حشد بالضبط ايو هذا اللي قلنا لكن احنا قلنا علشان تعمل التغيير البداية لازم تحدد الموارد اللي تحتاجها عشان كده لما تجي مثلا عنه نقول انه صعب جدا انه اذا ما عنديش الخبراء والاستشاريين وانه اجي اقول عزوالله اعد اغطي كل المانحين اعد اغطي يعني كل المانحين وعاد اغطي كل مصادر التمويل تبرعات اعد اعمل تبرعات وعاد اعمل فعاليات وممكن يعني اعد اعمل ادبية منتجات صعب صعب جدا لازم تكون مركز جدا لكن البروستس هذي تبدأ بشكل يا انس يعني لازم تعطيها عشان كده نقول لازم تعطيها وقت تبدأ خطوة خطوة لما تبني انك الخبرة اذا معك اليوم فضل يا انس وقد كان في معانا معانا تبع بورتال الآن قد كنا بنجتمع كلنا ونعمل على اسس دراسة واحدة وعلى اسس نعمل حشد واحد وقد كان بدأت خطوة جيدة كان بنتمنى ان احنا نواصل على نفس الكيفية وعلى نفس المنوات لكي نبدأ ننهض يعني ندفع بالخبرة وهذه ان شاء الله ونحصل على التمويل وبعدها ان شاء الله هتكون دفع لأشياء قادمة جديدة لان احنا في البداية وعلى احنا باديين الدكتورة هادل هو بيراجة بيكمل معكم انا اللي فهمت انه بتكتبوا مقترح عن الدعم النفسي او شبكة للدعم النفسي ايوا ايوا بس انه هذه الجلسة الجلستين هذه يعني وهذه بتفعلنا مقترح واحد وتكتبوه ممكن يحصل تمويل ممكن لا لكن اذا فهمتوا العملية كيف بتتم هتقدروه اذا فيش يعني انا اقول لك لو تسأل السنة هذه كم قد كتبنا مقترحات يعني اخر تحديد كان لي من عند مسؤول المنح بيقول كتبنا يمكن ستين سبعين مقترح كم اللي انقبل يمكن اثنين وثلاثة للا وهذا يعني فهمت كيف يعني اذا والمجلس النرويجي الان لو يزدي يكمل الجمالة ويعمل لنا ذا الحم مشروع نعمله جماعيا ونكمل باقي العمل ايضا فالفكرة هنا انه لازم لازم نفهم كيف بيتم التمويل يعني لازم نفهم ليش المؤسسة الفلانية او الجمعية الفلانية بيحصلوا على تمويلات واحنا لا تمام اذا فهمت العملية وبدأت تطبقها انا متأكد يعني يقينا يعني ما هوش انه مجاملة انه بعد يعني زي ما قلنا ما هوش بكرة لكن بعد سنة سنتين عدت تقدر انت فعلا توقف على رجلك وتحصل تمويلات احنا اسسنا مؤسسة في 2012 شهر ستة جلسنا بدون اي تمويل فترة طويلة جدا يمكن يعني توقع قريب السنة للأمان اول منحة كانت كان منحة بسيطة جدا فاقصد انه هذا وارد جدا انه يكون فيه صعوبة وفيه تحديات لكن تبدأ تفهم فين عملية التغيير وكيف يتم التغيير تمام فيما يخص المقترح يا اناس الدكتور عادل اعتقد بيرجع اكمل معكم شكرا لك اناس مجد الدين ما عندوش مداخلة خالدة ما فيش شيما ما فيش السحر اذا عندو حد مداخلة يتفضل اكرام ما فيش اناس عمل مداخلته علي علي تفضلي علي علي اوكي ما فيش طيب كده بنكون خلصنا الجلسة ان شاء الله الجلسة القادمة هي استكمال لموضوع استكشاف المانحين مع الدكتور عادل بإذن الله شكرا جزيلا يا جلسة وبعدين ان شاء الله فيما يخص موضوع المقترح اللي تكتبوه يعني بيكمل معكم وبيحطكم في الصورة على العالية اللي هاتستمروا فيها لكن شكرا جزيلا سررنا بالجلسة معك يا دكتور فارس شكرا جزيلا ان شاء الله تكون سررر والكلام معكم عاليا بإذن الله شكرا يا عناس شكرا يا علي ولجا I think ولجا مشاله الكلام عربي اعتقد احنا خلصنا الجلسة شكرا بس خليني وقف التسجيل شكرا